الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيما مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم يا ربنا صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية وهذا المجلس في أنوار السنة هو المجلس الثامن هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس التعليق على رياض الصالحين وهذه الثمانية والثلاثون مجلسا وصلنا فيها إلى قرابة المائتي حديث لم لك من المائتين بعد ولكنها قريبة من الوصول إلى مائتي حديث والحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى مما يسعد الإنسان به قبل غيره مما يتغذى به قبل غيره والتغذي بمعاني ما أنزل الله على رسوله والتغذي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أهم ما يحتاجه الإنسان المسلم في كل زمان وفي مثل زماننا بصورة أكبر والتغذي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبأحواله هو ينبغي أن يكون شاملا ولا يكون في باب دون آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن والقرآن موضوعاته كثيرة وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوامر القرآنية وما نزل في كتاب الله هو النور والنبراس والهدي العمل الذي يقتدى به ولذلك فهذا هو الدين يعني تعلم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو تعلم للدين وموضوعات الحديث النبوي هي موضوعات الدين ونحن الآن حين نتدارس مثل رياض الصالحين ومثل هذه الأحاديث أنا أنبه على شيء مهم جدا نحن لا نعتبر هذه الدروس دروس في الرقائق والمواعظ والآداب والأخلاق باعتبارها يعني مكملة للعلوم الإسلامية والشرعية لا نحن ندرس هذه الدروس باعتبارها من أسس الدين باعتبار هذه الموضوعات أنها من موضوعات الدين الأساسية وننتقد وبشكل واضح وصريح من لا يعتني بهذه الأبواب في تدريسه العلوم الشرعية ومن يؤسس معهدا شرعيا أو تربية للجيل أو ما إلى ذلك دون العناية بأبواب التزكية وأبواب القلوب وأبواب الهدي النبوي في مختلف المعاني وأبواب الأدب وأبواب السلوك وأبواب البر والصلة وأبواب المختلفة التي احتواها مثل كتاب رياض الصالحين من يؤسس مثل هذا البناء دون أن يعتني بهذه الشمولية فهو وإن كان قد أحسن في جانب إلا أنه قد أساء في جانب والإساءة هي في عدم أخذ الدين بشموليته وبإذن الله تعالى لن أفتأ ولن أمل من تكرار هذا المعنى وسأعيده مرارا في مختلف الدروس وفي مختلف السلاسل وفي مختلف الموضوعات وأحمله للطلاب والشباب والآباء والأمهات وأعتبره من أهم صور الخلل في العصر الحديث في عدد أو في بعض أو في كثير من السياقات الإسلامية وأعتبر بعكس ذلك أن من أهم صور الإصلاح ومن أهم ما يمكن أن يحدث تغييرا بإذن الله تعالى في الواقع هو أن يعاد البناء بشمولية يعاد البناء بشمولية على أنني أنبه هنا تنبيها مهما متصلا بهذا المعنى وهو غير منفك عنه ألا وهو أنه وإن كان الإنسان يكرر دائما معنى أهمية أخذ الدين بشمولية وأخذ الأبواب المختلفة وعدم إبعاد أبواب التزكية والسلوك وما إلى ذلك والوعي بسبب المجرمين وما إلى ذلك إلا أنني أنبه إلى أن هذه الشمولية ينبغي أن لا تدخلنا في مزلق آخر أن لا تدخلنا في مزلق آخر ما هو هذا المزلق الآخر؟ هذا المزلق الآخر هو عدم مركزة المركزيات وعدم ترتيب الأولويات في الدين وعدم التفريق بين مراتب الأوامر الشرعية ومراتب النواهي الشرعية ومراتب الخبر الشرعي أو الأخبار الشرعية فها هنا مزلقان وأزعم وأدعي أن من يتجاوز هذين المزلقين ويؤسس يعني رسالته الإصلاحية والدعوية مراعيا تجاوز هذين المزلقين وبانيا رسالته بعكس هذين النقصين فأنا أزعم بل وأنا ضامن إن شاء الله أن هذا من أعظم ما يكون من الخير ومن أعظم ما يكون حتى من الأثر ومن البركة بإذن الله فالخلل في البناء الشرعي والإسلامي أغلب ما يأتي إنما يأتي من أحد هذين البابين إما من النقص في موضوعات البناء في البناء لا يكون شموليا وإما من التسوية بين الموضوعات الشرعية وعدم تقديم الأولويات منها فمثلا من الصور يعني مثلا صورة النقص واضحة ولها أمثلة كثيرة في الواقع يأتي تأسيس مثلا فقط العناية بالفقه والعقيدة مثلا باعتبار أبواب معينة نشطلح عليها في التراث الإسلامي خلاص هذا التأسيس هذا النقص واضح يعني وين بقية الموضوعات ما يدرسها؟ أمثلته في الواقع كثيرة جدا الصورة الأخرى النقص الثاني اللي هو عدم التفريق بين المقامات موجود في العصر الحديث هناك من اعتنى بقضية السنة وإحياء السنة والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بالأحاديث وحتى الاجتهاد في تصحيح الأحاديث بمجموعة الطرق وبما كذا والحسن لغيره والحسن حتى يعني إيش والتحريص أنه هذه ترى سنة ما تعرفوها ولا والحديث ترى فيه احتمال للتحسين وفيه احتمال كذا والتكثير لهذه القضية لكن صار نتيجة هذه الدعوة دون فقه الأولويات صار في كثير من الأتباع عدم قدرة على التمييز الفقهي بين المحكمات والمتشابهات بين الأولويات وما بعدها بين الفرائض وما دونها بين حتى ما يتعلق بهل هذا الأمر والنهي هل هذه السنة ما فق تنزيلها هل هي مرتبطة بهل يعني لها شروط ليس لها شروط إلى آخر أما إذا تجاوزنا هذين الإشكالين فأنا أزعم بإذن الله تعالى أننا قد تجاوزنا مشكلة كبيرة ومعقدة وعويصة في الواقع الإسلامي الحديث في سياق تنشئة طلاب العلم تحديدا واضح؟ وهذه رسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبلغ محلة طيب قال النووي رحمه الله تعالى الباب الموفي عشرين في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة واضح الآن أنه النووي رحمه الله أنه يعني مشغول في هذه الأبواب بموضوعات متقاربة لأنه الباب الماضي كان إيش؟ في من سنة حسنة أو سيئة الآن هذا الباب مشابه الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة طب والباب اللي بعده أيضا مشابه في التعاون على البر والتقوى والباب اللي بعده أيضا مشابه باب في النصيحة والباب الذي بعده أيضا مشابه الباب في الأمر المعروف أنه يعني المنكر واضح؟ يعني الأمر معروف أنه يعني المنكر والنصيحة والدعاء إلى هدى ومن سنة في الإسلام سنة حسنة نحن أمام أبواب متشابهة وأبواب متقاربة وهذا التكرار نحن ما نعتبر التكرار هو أصلا لا يعتبره تكرارا ويعتبره أبواب متعددة وإن كانت متقاربة لكن هذا كله يدل على أن هذا الموضوع مهم على أن هذا الموضوع له حظ في الدين يعني لاحظ أبواب مختلفة تؤدي إلى نتيجة واحدة وكل باب منها فيه آيات وأحاديث ولا شك أنه ومن يتذكر أبواب أو سلسلة تزكية للمصلحين ذكرت في أول درس أن التزكية مركزية ثم ذكرت كيف نعرف المركزية في الشريعة فقلت إن من وسائل معرفة المركزية إيش تكراره أن يكثر ذكره في الكتاب والسنة وبالتالي هنا إن يكثر هذا التكرار كل باب فيه مجموعة من الآيات والأحاديث واللي بعده مجموعة من الآيات والأحاديث واللي بعده هكذا وكلها في نفس المؤدى والنتيجة إذن نعرف أن هذا الباب هو باب مهم في الشريعة ومهم في الوحي وهو ما يتعلق بالدعوة بالدعوة والنصيحة والأمر بمعروف والنهي عن المنكر فهذا مما يؤخذ من هذا التكرار قال الباب الموفي عشرين في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة قال الله تعالى وادعو إلى ربك وادعو إلى ربك وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ هذه مجموعة من الآيات التي فيها أهمية الدعوة وانشغال الإنسان بالدلالة إلى الخير والدعوة إلى الخير ومن اللافت في الآيات القرآنية التي فيها الدعوة وهو من المعاني الجميلة والمهمة أنه أنتوا لاحظتم الآن الدعوة إلى إيش في الآيات إلى ربك بعدين إلى سبيل ربك بعدين إلى الخير جيد أنا أبغى أخذ الأول اللي هو إلى ربك هذا الذي قصد أنه ترى من الآيات في الدعوة الدعوة إلى الله الدعوة إلى الرب سبحانه وتعالى طيب يعني إيش الدعوة إلى الله هو العنوان الأشهر اليوم نحن نقول الدعوة إلى الله يعني هل تفكرنا بهذا المعنى الدعوة إلى الله هل تعرف أنت يعني إيش الدعوة إلى الله هل استوعبنا شرف هذا العنوان استوعبنا شرف هذا العنوان بالمناسبة هذا العنوان ترى فيه ضبط منهجي وضبط بوصلة فيه ترصيص للإنسان أنه ما يروح يمين ولا يسار في الدعوة الدعوة إلى الله هذا ترى إطار عظيم جدا يحكم مسيرتك الدعوية يحكم مسيرتك الأصلاحية وبالتالي من الفوائد فقط في ضبط هذا الإطار في ضبط كلمة الدعوة إلى الله من الفوائد التصحيح الدائم لني التصحيح الدائم لني أنت عملت درس ليش أنت عملت درسا لماذا هل أنت تصنفه ضمن الدعوة إلى الله ولا لا والله ممكن تكون نصنفه بالاعتبار العام بس تنسى يعني عارف ما طيب الآن قد لا تكون مرائيا تكون مخلصا في الدرس ومركز في الموضوع لأنه شريف هل هذا يدخل في الدعوة إلى الله أو لا يدخل نعم يدخل في الدعوة إلى الله بالاسم العام بحكم أن نيتك خالصة لله وتدعو إلى خير جيد لكن فرق بين أن تكون مستحضرا معنى وإطار الدعوة إلى الله وبين أن لا تكون مستحضرا فإذا كنت مستحضرا سينعكس هذا عليك في الدرس حتى باختيار المعاني واختيار الألفاظ لأنك تستحضر معنى الدعوة إلى الله حتى لو كان الدرس في باب النكاح أو الطلاق فقهي إذا كان درسا فقهيا ومن يتأمل في القرآن سيجد أن مثل هذه الأبواب وإن كانت في النكاح والطلاق والعدة إلا أنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى في القرآن ولذلك تقرأ الآيات وفيها كلها أسماء وصفات والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإلى آخر عن علم الله واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وإلى آخره من الآيات اللي هي مرتبطة بأحكام الطلاق وما يتعلق بها إذن هل يمكن لي وأنا حتى أدرس الدرس الفقهي أن أستحضر أني أدعو إلى الله نعم لكن إذا كانت هذه النية موجودة فاربط لا تكتفي ببيان الحلال والحرام اربط أو اربط بين هذه الأحكام وبين مقاصدها وحكمها الشرعية وإذا تكلمت عن النكاح والطلاق في أحكامها فذكر أو ذكر بما يذكر الله به في القرآن وبما يذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لا تخلي القضية أن الطلاب يأخذون الدرس بصيغة أوامر ونواهي وأحكامي جزء ولا جزء انتهينا ذكرهم بالله ما هي المقاصد رعاية حق الزوجة رعاية حق الزوجة والتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى ترى الله سبحانه وتعالى إن ظنّا أن يقيم حدود الله بإن خفتم أن لا يقيم حدود الله وبين أن تأتي أنه مثلا إذا جاءت الطلقة الثانية أو إذا جاءت الطلقة الثالثة أو كذا وترجع وما ترجع وكذا وتزوجها بس أحكام مجردة فرق في فرق ولما تجد تقول إن ظنّا أن يقيم حدود الله هل تعرف ما معنى حدود الله حدود الله في النكاح والطب إمت الفكرة؟ وهذا يا جماعة يعني إحياء ضروري جدا يحصل في الأمة الإسلامية وضروري يحصل في المعاهد الشرعية ما يصير إنه لأنه هذا ما اعتدنا عليه خلاص هذا هو المتوارث وخلاص هذا وحاشي ونظم وخلصنا وفك في العبارات وانتهينا ما يصير يعني هذا كله جيد ما ينتهي بس يزاد عليه بيان المقاصد بيان ما يرقق القلب بيان ما يبعث عن الامتثال إيش الفائل أنت تدريس هذا عشان تدرس أنا أدرسك عشان تدرس ولا عشان تمتثل في الأساس أنت كطالب بعلم تتلقى نفس الشيء تذكروا لما كنا دائما تتكلم باب الأسماء والصفات ما يصير أنت لا تدرس باب الأسماء والصفات إلا في نقاش المعتزلة والجهمية وما يتعلق إذا ما يصير غلط ليس لهذا تكلم الله عن أسمائه وصفاته ليس لهذا المعنى أنزلت عيات الصفات طيب حصلت مخالفة ممتاز نبعد هذه المخالفة نرد عليها بالقدر الذي إيش يعني يبعدها عن أن تكون مؤثرة في عقول المسلمين ثم خلص خلصنا ردينا يلا إيش المقصد الحين نبدأ في بيان المقصود الشرعي صح أو لا يا جماعة صح أو لا تجلس تقول كلام غلط فهمت الفكرة يعني ترى حقائق يعني حقائق كبرى وواضحة ولكنها غائبة عن كثير من الميلي ولدرجة وضوحها ولشدة غيابها تقول لي جماعة فهمين أو لا يعني صح أو لا غلط مستوعبين القضية أو غير مستوعبين جماعة هذا مهم وضروري وهذا إحياء شرطي في الأمة ضروري جداً إذا فعلاً أردنا أن تعود الأمة ربانية فلابد من هذا الأحياء والميزة في هذا الكلام أنه ماني جالس أقول يعني وهذه مقاصد مخترعة وهذه لا لا نستخدم لك هذا كتاب الله كيف عرضت الأحكام الشرعية فيه اعرض الأحكام الشرعية حين تدرسها بحدود ما عرضها الله أو بيّنها الله سبحانه وتعالى واستفد من هذه التلخيصات والتقريبات التي اعتنى بها أهل العلم وصارت عليه الأمة فهي ضرورية في تقريب العلم وتسهيله وترتيبه واستخلاصه وفي فهم كلام العلم كلها مهمة لكن لا ينبغي أن تدرس مجردة يجب أن يضاف عليها ما يجعل هذا الفقه يعني ينامس القلوب ويخوف الناس في الالتزام بالحلال والحرام ويرغبهم وإن أردت يعني التأكد من ذلك فراجع آيات الأحكام في كتاب الله ليس فقط النكاح والطلق راجع آيات الأحكام المختلفة لا تكاد شوف لا تكاد وراجعوا لا تكاد تجد موضعا في كتاب الله فيها آيات أحكام إلا وفيه ربط بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وحكمته وعلمه وعزته وإلى آخره لا تكاد تجد موضعا في كتاب الله فيها آيات الأحكام إلا وتجد هذا الارتباط كذا ارتباط بين العبد وربه في هذه الأحكام إما في ارتباط بين العبد وربه وإما في بيان حكمة الله في تشريع مثل هذا المجرد ترى أن يأتي في نهاية الآية مثلا وكان الله عليما حكيم هذا الربط الآن بأن هذا الحكم له مقاصد له حكم الذي شرعه هو الحكيم هو العليم هذا معنى يجب أن يأخذ يجب أن يتلقى هذا من جهة ومن جهة أخرى أيضا وهي موجودة في آيات الأحكام التخويف والتذكير بهمية الالتزام حتى أنا أقول لي جمعا يعني لما أقول الآيات النكاح والطلاق أقول لك قد لا يخطر في بالك أن هذا باب أن هذا الباب يعني يحصل فيه مثل هذا التخويف يعني مثلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم يعني موضوع حتى في الأبواب الفقهية يعني وموضوع يعني ليس فيه ربما كلام كثير خاصة في المتون يعني المجردة وموضوع يعني ليس من الموضوعات الكبرى صح أو لا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم هذا الآن خطبة النساء وقت العدة هذه المسألة أنه لا يجوز خطبة النساء وقت العدة ممتاز هذا المسألة هذا الحكم فرق بين أن تأخذها ولا يجوز خطبة المرأة قبل انقضاء عدتها ممكن بعد أن تجي هذا الآن المتن بعد أن تجي في الحاشي أو في الشرح لقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم وإنما طبعا يجوز التعريض ثم يشرح لك العلماء معنى التعريض الجائز في وقت العدة لا يجوز التصريح ولكن يجوز التعريض ما هو والله مثلا يقول المثل الفقاء والله يرغب في مثلك مثلا مثل هذا الكلام الذي هو يعتبر تعريضا وليس التصريحا مثلا أو أكننتم في أنفسكم خلاص هذه الآن هذه الحدود التي تدرسها في الفقه صح؟ طيب يلا درسها في القرآن أكمل الآية علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله هذه الآن لسه في التفاصيل طيب أكمل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم تخيل أنت الآية هذه ممكن يعني واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ممكن يجيب بالك أنه هذه مثلا تأتي في يعني التحذير من الكبائر التي عارف ممكن إنسان وقع فيها وتمادى فيذكر في الأهل الفجور ولا في أهل هكذا يذكر أنه وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يحذروه تخيل هذه الآية تأتي مذيلة لحكم الخطبة وقت العدة ويعرض أو ما يعرض بها ولا يصرح ويذكر ويذكرنا ولا تواعدوهن سرا هكذا طيب أنا لازم أدرس هذا الباب لازم أدرس بهذه الخاتمة غلط ولا صح يا جماعة في غلط في الموضوع يعني في غلط لو إذا درست هذا الحكم بعدين قلت ومما ينبغي أن يراعى في مثل هذه المسائل أن الله يطلع على ما في النفوس ويطلع على ما في السرائر فإن الله سبحانه وتعالى حين ذكر هذا الحكم في كتابه قال في نفس الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وإذا كان هذا قد جاء في ما يتعلق بالخطبة والتعريم فمن باب أولى أن يكون في المعصية الصريحة وفي كذا وإلى آخره وفي الفجور كذا وإلى آخره وإذا كان هذا جاء في هذا الباب فأيضا يأتي في أبواب أخرى ويذكر الإنسان صحوة الله يا جماعة إذن الخلاصة هي أن نحن نحن كل هذا الكلام دخلنا دخلنا إليه من نافذة الدعوة إلى الله لما نفهم هذا الكلام يتوسع لدينا مفهوم الدعوة إلى الله ولا ينحصر مفهوم الدعوة إلى الله بناء على ذلك لا ينحصر فيه إيش أي وأن الدعوة إلى الله أن تروح إلى قوم فساق وفجار وتدعوهم إلى الصلاة وتدعوهم إلى التوبة فتقول دعوت إلى الله ولا ينحصر مفهوم الدعوة إلى الله بناء على ذلك في أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام فتقول لهم هذا هو الإسلام وهذا هو الدين الحق ودينكم باطل كذا والآخرين هاتان الصورتان واضحتان في الدعوة إلى الله لكن لما تفهم هذا المفهوم بشكل جيد يصير عندك الدرس الفقهي دعوة إلى الله ودلالة على الخير وتذكير بالله ويصير عندك الدرس العقدي ويصير عندك الدرس كذا واضح الفكرة هذا الآن فقط في نافذة واحدة من كلمة الدعوة إلى الله نافذة احنا قلنا نافذة أيش مين يتذكر مين يتذكر في الدرس هذا طبعا ما أسألكم عن الدرس اللي قبل الماضي قلنا النافذة الأولى ضبط الإطار من أي ناحية قلنا فيه هذه الناحية الأولى من ناحية الاستحضار وقت الدرس الاستحضار لهذا المفهوم احنا قلنا الدعوة إلى الله هي إطار ضابط من جهات الجهة الأولى من جهة الاستحضار لأنني قلت في نفس المعنى أنه لو كان هناك مثلا درس وفي جملة الدعوة إلى الخير لكن دون استحضار معنى الدعوة إلى الله فهو داخل في الدعوة إلى الله في الجملة لكنه ليس كمثل الاستحضار فإن الاستحضار لو حصل إيش قلت؟ سينعكس على مفردات الدرس سينعكس على مفردات المعاني أصلا سينبهك أيها المعلم سينبهك إلى معاني لا ينتبه إليها المعلم الشرعي الآخر الذي لا يستحضر معنى الدعوة إلى الله في دروسه وهذا من دعوة إلى الله تحديدا ومن هنا دخلت إلى قضية آيات الأحكام لأن آيات الأحكام من أظهر المواضع القرآنية التي فيها الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته واضح؟ طيب الآن هذا الوجه الأول من من الإطار الضابط من كلمة الدعوة إلى الله اللي هو في الإطار الاحتسابي والاستحضاري الوجه الثاني من الإطار الضابط اللي هو الضبط المنهجي لبوصلة الدرس ولبوصلة المسيرة الإصلاحية ليس فقط الآن أنك أنت محتسب ومستحضر لا الفكرة أنه في المسيرة بعد سنوات هل ظلت دعوتك إلى الله؟ أم أن الدعوة صار فيها يمين وشمال؟ تمام؟ فهنا ميزة استحضار هذا المعنى أنه يظل يذكر الإنسان بالرجوع إلى الطريق الصحيح في دعوته أنه ترى تروح يمين تروح شمال ترى في الأخير هي دعوة إلى الله هذا الصح هذا الصح هذا المحكم هذا الطريق اللي ما فيه غلط هذا الصح فإذا كملت الآية ما ذكر هذا النوع هنا طبعا إذا كملت الآية سيزداد الصحيح صحة والصواب وصوابا أو صوابية وهو إيش؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة تجي هنا على بصيرة لأنه أدعو إلى الله هذه في النية صح والباعث والمحرك على بصيرة هذا الضابط يعني ينير الطريق بحيث أنه ما يستطيع أنت عندك مجرد نية خالصة وصالحة وهذا ممتاز وإنما عندك بصيرة في تحديد معالم ما يدخل في الدعوة إلى الله ومعالم ما قد يكون خطأا وإشكالا وإن كنت صادقا وهذا قد حصل في التاريخ في مثل الخوارج وغيرهم فهذا أمر أيضا ينبغي استحضارهم هذا هذه الفائدة يعني خلننقول في الآيات أو واحدة من الفوائد واحدة من الفوائد من الآيات التي أوردها النووي رحمه الله بداية هذا الباك ثم نأتي للحديث قال رحمه الله وعن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم هذين الحديثان فيهما فضل عظيم وثواب جزيل وكبير من الله سبحانه وتعالى للمؤمن الداعي إذا استجاب له الناس واتبعوه على ما دعا إليه من الخير وهذا يفتح لنا بابا كبيرا ويدلنا هو هذه النصوص مع النصوص الأخرى الشرعية مختلف ما جاء يدلنا على قاعدتين كبيرتين مهمتين القاعدة الأولى هي في أن المؤمن مكلف بالدعوة إلى الله وبالأمر بمعروف النهي عن المنكر وإن لم يستجب الناس ويتبعوه صح؟ القاعدة الثانية أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص وأن يجتهد وأن يتخذ الأساليب المناسبة التي تؤدي إلى نتيجة أن يستجيب الناس وأن يتبعوا هذا الخير الذي دعي إليه وأن هذا لا يتعارض مع مبدأ التكليف العبودية فأنا مطالب بالأمرين مطالب أن أدعو تعبدا لله وإن لم يستجب أحد ومطالب أن أحرص على أن يستجيب الناس فإذا استجابوا فإن هذا أعظم في الأجر إذا استجابوا فإن هذا أعظم في الأجر وإذا لم يستجيبوا فإن الأجر بإذن الله تام لأنني امتثلت ما أمر الله به لكن الميزة لو استجاب الناس أنه تحصل هناك أبواب من الخير أبواب من الأجر أبواب من الثواب لا تتحصل بمجرد الدعوة وإنما تتحصل باتباع وإن هذا الثواب وإن هذا الأجر المترتب على اتباع الناس للداعي وعملهم بما يدعو أجر قل نظيره أجر قل نظيره ما هو هو أن كل من عمل بعمل وبهدى دعا إليه داع من الدعاء فإنه يكتب لهذا الداعي مثل أجر من عمل بهذا العمل وهذا فضل واسع عظيم من الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم المرغبات للمؤمنين في أن يسلكوا مسلك الدعوة والإصلاح والإرشاد إلى الخير يعني بدل ما تعمل أنت الحالك بدل ما يكتب لك عملك وحدك يكتب لك عملك وحدك فيكتب لك الآن عملك وعد كم خمسين مئة ألف عشرة آلاف ما يبارك الله فيه وما يفتح الله عليك كله يكتب لك وهذه الكتابة لا تنقص من أجر العاملين الذين عملوا العمل فليست القضية تشاركية مشاركة يعني مشاركة مشاكسة أو مشاركة يعني منازعة أو محاققة أو محاصصة وإنما هي مشاركة عجيبة أنت تأخذ فيها أجرك كاملا أيها العامل والداعي يأخذ فيه أيضا أجر كاملا وهذا كله من فضل الله ومن ساعة ثوابه ورحمته لكن يعني ترى طريق الآخرة فيه تجارة فيه تجارة فأنت فكر بعقلية البيع والشراء أيضا بس هذا البيع والشراء الأخروي فكر أنت الآن إذا عندك في التجارة الدنيوية إذا واحد تاجر ونعرف أنه إحنا كلنا أحوالنا يعني يعني يمكن المثل ما يستفيد منه الشباب لأنه ما حد داخل في تجارة ولا حد داخل في شيء لكن ماشي ممكن الناس اللي تشاهد يعني تعتبر فالشاهد أنه يدخل فيه تجارة أكيد أنه سيعتبر الفرص فيه فرص تصير يعني إيش فيها خلنا نقول قفز مسافات وفيه استغلال لأوقات فيه أوقات صعود ونزول فيه أوقات كذا فيه أوقات متوقع فيها صعود خلنا نقول مثلاً العملة صعود مضاعف فيه أوقات الأسهم وارتفاعها انخفاضها كذا إلى آخره أنت الآن هذه عقلية التاجر يفكر كيف يحصل أكثر باستثمار الفرص اللي ممكن تكون فيها قفزات كبيرة إلى آخره أنت الآن في طريق الآخرة فكرها كذا تمو تبحث عن الأجر ألسنا جميعاً نبحث عن الأجر عن الثواب ألسنا ندخل هذه الحسنات ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اليوم المخوف اليوم المهيب ألسنا ندخل هذه الحسنات أليس말؟ تيجرد الحسنات صعود فيه الحسنات رسيا الصعود هذا اللي اغتاب يؤخذ من حسناته وهذا اللي كذا وهذا يحمل من حسناته على كذا طيب معناه انه ايش انه كثرة الحسنات مقصودة يعني انه بكرة حتدخل في عمليات يعني في الآخرة خطيرة ترى فكرة كثرة الحسنات خطيرة وقلتها يعني لانه زي ما قلت لكم ترى تدخل بعد ان تصبح في موازنة ومن ثقلت موازينه يعني ترى في حساب للأعمال طيب يلا انتفكر بهذه الطريقة لماذا لا احرص على ان اتي يوم القيامة بعمل عشرة بدل ان اتي بعمل واحد الان ما تكلم عن مضاعفة الحسنات اذا مضاعفة الحسنات شيء ثاني لها اسبابها لا انه عمل عشرة اصلا مختلفين فهذا كله لا شك انه من اعظم من اعظم ما يحرص المرء المسلم على ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى وعلى ان يعني كما يقال كما يقال يتفانى في طريق الدعوة ويحرص غاية الحرص وهذا يقوده ايضا على الحرص على الاساليب الحسنة وعلى مسالك الاسباب التي تؤدي في العادة الى الاستجابة سيد وهذا هو مسلك الانبياء فالانبياء لم يكتفوا بمجرد صحة الرسالة التي يحملوها التي يحملونها ويعني خلاص انه هي رسالة صحيحة فيؤدونها بأي طريقة او بالطريقة التي يفهمها الناس وانتهى لا لم تكن هذه طريقة الانبياء وانما كانت طريقتهم فيها الحرص التام والبالغ على ايش على ان يستجيب الناس بتقديم افضل واهم واولى واحكم الاساليب التي في العادة تؤدي الى ذلك بل وقد امرهم الله بذلك امرا كما قال لموسى عليه السلام ولهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى كما ان هذا في الحسنات فانت تمت الحديث ومن دعا الى ضلالة يعان عليهم من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وهذا من جهة اخرى يقود المرض على الخوف والفزع الشديد من ان يترك خلفه من يأتي يوم القيامة بسيئاته من يتحمل وزر سيئاته وبما اننا نعيش اليوم في عصر شبكات التواصل وفي عصر الاجهزة التي تحفظ الاقوال والافعال فان من السهل ان يستمر عمل الانسان سواء في الخير او في الشر ولذلك كم من رجل صالح هو الان في قبره و الى الان يستفيد الانسان من علمه يستفيد الناس من علمه وينتفعون عمليا ويهتدون بما قال فتكتب له حسنات وكم من انسان بخلاف ذلك هو في قبره ولا تزال تشاهد مسلسلاته التي فيها الفسق والفجور وما تؤديه بالناس من حلال ومن حراف ولا تزال اغانيه الفاجرة التي تدعو الى الفحش الفحش والفسوق والعصيان والتي تحرك الناس الى مثل ذلك لا تزال تشتغل في السيارات وفي البيوت والاثام يعني مستمرة وقل مثل ذلك في درجات الشر واغلظ منها فيما لو كان فيه دعوة الى الشبهات والتشكيك في الدين وما الى ذلك ثم قال رحمه الله وعن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم واتفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الرأي وبفتحها لغتان الكسر أفصح هذا الحديث العظيم هو من الأحاديث التي فيها قصة والأحاديث التي فيها قصة هي باب للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته وعلى هديه وعلى أسلوبه في التعامل وأسلوبه في الحث أسلوبه في الزجر أسلوبه في الأمر طريقته في على طريقته في إرشاد الصحابة وما إلى ذلك دائما أنت يا جماعة أخذها كذا أي قصة أي حديث فيه قصة كذا عرفه تعريفا من التعريفات التي تعرفوا بها التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب نزل كلم أصحابه وحاوره سئل رد على سؤال كذا هذا مصدر من مصادر التعرف على أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها قص ومن هنا يعرف أن من الخطأ أو من النقص وإن لم يكن بالضرورة خطأا في ذاته لكنه في مؤداه أو في مجمله يعتبر نقصا أن يتعامل الإنسان مع الكتب الحديثية التي جردت القصص وأبقت على موضع الشاهد والنص وهذا يحدث في بعض كتب أحاديث الأحكام أنا أقول التعامل مع هذه الكتب فقط والاكتفاء بحفظ أحاديث الأحكام التي فيها النصوص المباشرة المنتزعة من سياق سبب ورود النص وما إلى ذلك وأنا أعني بالنقص هنا أو لا أعني بالنقص هنا مجرد النقص في فهم السياق المؤثر على الحكم وإنما أقصد أن العدم الوعي أو افتقاد وسيلة من وسائل التعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله راجع إلى قضية أنه تركيز على الأحكام دون الأخلاق دون السلوك دون الهدي العام دون معاني أو ما إلى ذلك وهذا طبعا ليس هو مقصد من جمع الحديث ومقصده يركز على هذا الباب ويجمع لك مثل في هذا الباب ويفيد هذا التركيز يفيد لكن أنا أقول الاقتصار على مثل ذلك لا شك أنه فيه أشكالا وهذا يعني وإن كان من حيث التقييم في أساس الفكرة يعني ليس أساس فكرة اختيار أحاديث الأحكام هذه جيدة جيدة الفكرة ويأخذ الإنسان ويأخذ الأحاديث الأخرى لكن في الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام تجريد النص من سياقه ومن قصته أنا برأي هذا إشكال يعني هذه صورة من صور نقص لا أقول خطأ ولكن صورة هي أنقص مما لو اختير الحديث بقصته إلا لو كرر الحديث ما في إشكال يعني الحديث موجود في نفس الكتاب مرة مرة مطولا ومرة مختصرا ما في إشكال أو يعني في بعض الأحاديث يعني لموضع شاهد معين لا إشكال بس أن يكون كل أحاديث الأحكام بهذه الطريقة فهذا إشكال واضح الفكرة لأن التكرار أحيانا ما في إشكال أحيانا تقتصر على موضع يعني لباب معين لفكرة معينة ما في إشكال لكن أن يكون هذا هو الهدي العام فهذا فيه نقص طيب موضع الشعاء طبعا القصة الكلام فيها كثير ولا أتذكر حقيقة أنا طبعا شرحت هذه القصة ربما في أكثر من موضع لكن لا أتذكر هل مر معنا في رياض الصالحين وشرحت هذه القصة في رياض الصالحين أم في فقط في المنهاج نعم في المنهاج موجودة سأقصد هل في رياض الصالحين أو لا لكن على أي حال أكتفي الآن يعني خلنا نقول ذكر موضع الشاهد من حيث التعليق وأن كنا سمعنا القصة وهي واضحة ومفيدة وفيها أسلوب يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حتى هذه لأعطيهن الرائثة غدا وهذا يعني ربما فيه شيء من تعليق الناس بالمنازل العلية وإحنا بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها يعني كلهم تشوقوا إلى مثل هذه المنزلة وتشوفوا له وفوائد أخرى لكن من أعظم الفوائد هو ما اختار النوي رحمه الله تعالى لأجله هذا الحديث في هذا الباب وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم طبعا حمر النعم هذه أنفس الأموال أنفس الأموال عند العرب نوع من الإبل له تلك المكان النفيس جدا وهذا باب آخر من أبواب الفضل وفيه أن هذا الفضل مترتب على هداية على هداية شخص واحد أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فكيف لو كانت الهداية لما هو أكثر من ذلك يعني معنى نستفيد من الحديث أنه ترى كل شخص يهتدي هذا له قيمة و يعني ينبغي أن يزيد الداعي حرصا وأن لا يكتفي بعدد دون آخر بمعنى أنه ترى من دعي أهدى فله من أجل مثل أجور من تبعه هذا واحد يعني هذا باب أو حديث الآخر رجلا واحدا وهنا الحرص على حتى لو على الأقل هذه الدرجة الدنيا والحرص عليها فهذا فضل عظيم يرحل إليه ويتعب في تحصيله ويجتهد في تحقيقه الحديث الأخير أن أنسي رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال أأتي فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانا أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك لك فيه رواه مسلم الآن هذا الحديث واضح أنه انتقاء شخص حافظ أو مستظهر للسنة النبوية أو لكثير من أحاديثها لأنه هذه الأحاديث اللي تأتيه كذا يعني إيش أنه من المحفوظ إيش فيه حديث فيه الدلالة إلى الخير حتى يعني خلنا نقول وجه الدلالة فيه يحتاج إلى تفكر أو تأمل وهو مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الخير دل هذا أحال إلى إلى أحال هذا الرجل المحتاج للجهاز للغزو أحاله إلى الشخص الذي يملك مثل هذا فهذه دلالة إلى الخير وإرشاد إلى الخير ولاحظ أنه هنا هنا فكرة أنه ترى ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الرجل ما يتجهز به ولكنه دل فالدرس المأخوذ أنه وإن لم يكن عندك ما تبذله فلا أقل من أن تدل على من يبذل شيد وهذه تأتي مثلا في أحوال المسلمين واحتياجاتهم قد ما يكون عندك من المال ما تسد به حاجتهم لكن تحذي هذه ميزة يا جماعة ميزة الأحاديث هذه أن تفتح لك أبواب للتعبد يعني أنت الآن ترى تحرص على أن تدل الناس على أن مثلا يسهموا في سد حاجة أناس مجتمع أمة ناس منازحين كذا إلى آخره ويكون لك أجر بمجرد هذه الدلالة واضح الفكرة يعني هذا هو هنا أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عنده ما يجهز لكنه دل على من يجهز هذا الرجل الغازي وفي الحديث فوائد منها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أصحابه لأنه قال ائتي فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض معرفة أنه فلان تجهز ومعرفة أنه فلان هذا اللي تجهز مريض سيد فهذه المعرفة واضحة سبحان الله من تقرأ السيرة النبوية واضح معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المجتمع بأحوال أصحابه وفي تحديثات يعني يعني عارف مثلا زكذا أنه هذا تجهز ثم مريض يعني هما حالان فالمعرفة هذه النبوية عظيمة وعجيبة سبحان الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه وأحوال الناس ويظهر من الحديث لباقة هذا الرجل ويعني حسن تصرفه فإنه أولا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأك السلام وهذا حسن في تقديم الخطاب والطلب وحتر المحال إليه واضح أنه يعني واضح أنه أيضا فطن وفقيه أنه قال لمرأته أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه كذلك الفقه في خطورة مثل هذا الحبس وعدم التعاون وسيأتينا إن شاء الله في الباب القادم بشكل أوضح وهو باب التعاون على البر والتقوى وحقيقة هذا الحديث الأخير يعني قد يكون إخراجه في باب التعاون على البر والتقوى قد يكون أقرب يعني وإن كان فيه فقرة الدلالة على الخير هذه أيضا يعني لها منزع في هذا الباب ومنزع التعاون على البر والتقوى له ارتباط بالباب الذي بعده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه محمدا وأن يسلم عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقا والعفاف والغنى اللهم ونسألك الفرج لإخواننا في غزة وفي السودان وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون ويستضعفون نسألك اللهم أن تفرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة